انا بس قبل ما اروح مع حضراتكم لنقطة تانية مهمة جدا عاوز اقول لكل شخص شكك في دولة الامارات وفي قيادتها وتكلم بسوق ادب في البلد ده بالباطل سواء الاخوانجية او ازلمهم من اللي تم تصلتهم لاحداث فتنة بين دول التحالف العربي وبعضه عايز اقول له الصور اللي قدامك دي دلوقتي يا ترى انت كده شعورك ايه وانت شايفها لسه برضو الشيخ محمد بن زايد عندكم شيطان العرب يا ترى الشيخ الاخوانجي محمد الصغير المقيم في قطر لسه هيتطاول على دولة الامارات وعلى شيخها ولا هيقفل بقه زي الالمان كده ما قفلوا بقههم انت مش حاسس كده انك بالضبط منديل كلينيكس تم استخدامه وبعدها تم رميه في اقرب مسبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما كنا بنقول لحضراتكم ان السياسة ملهاش قوانين وان قانونها الوحيد هو المصلحة وان عدو النهاردة سهل جدا يبقى صديق بكرة فالكلام ده ما كانش لاستغلال فكرة حضرتك ولا عشان نكسب من وراكم اي شيء انما كان علشان تكون الحقايق واضحة قدامكم ويكون كلامنا بموضوعية وعلشان كده كانت دايما الرسالة اللي بحاول اوصلها لكم من خلال حلقاتي هنا هي انك تكون واقف مع بلدك ومع قياداتك لان القيادة دي هي اللي عارفة كويس اوي ازاي تدار البلد ومصلحتها فين ومع مين يمكن اللي بنشوفه دلوقتي خير دليل على الكلام ده من حالات التصالح والتقارب اللي بتحصل بين دول التحالف العربي من جهة وبين قطر وتركيا من جهة تانية واللي بدأت بالتقارب الاماراتي التركي ثم بعدها التقارب السعودي القطري ثم بعد كده التقارب السعودي التركي ثم بعد كده التقارب المصري القطري ثم بعد كده المصري التركي ودلوقتي التقارب الاماراتي القطري وده دليله ايه؟ اول حاجة ان اللعبة خلاص انتهت وانكشفت واتفضحت وما بقاش فيه جديد تاني حاجة رسالة واضحة لكل واحد ظن في يوم من الايام ان ممكن جماعة من الجماعات اي جماعة تقدر تتغلب على دولة انه يفوق من الغيبوبة اللي هو فيها دي ويعرف كويس اوي الفرق بين جماعة وبين دولة وبفضل الله وانا طبعا هنا بتكلم عن نفسي وحضراتكم متابعين القناة دي انا لم اتلون ابدا لا على حساب ديني ولا على عقديتي ولا على حساب مبادئي ولو حضرتك شفت اول فيديو في القناة من 3 سنوات تقريبا لاخر فيديو اللي هو النهاردة ده هتلاقي الكلام بتاعي واحد ولله الحمد بدون تغيير المقدمة دي كلها علشان ندخل مع بعض من خلالها لموضوعنا النهاردة وهو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات يصل لقطر في زيارة رسمية وصل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة النهاردة لقطر في زيارة رسمية بدعوة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد اللي كان في مقدمة مستقبله الشيخ محمد الزيارة دي طبعا زي ما قلت لحضراتكم جاية بعد دعوة وجهت للشيخ محمد من امير قطر الشيخ تميم بن حمد لتعزيز العلاقات الاخوية بين الجانبين وبين الشعبين الشقيقين تعتبر الزيارة دي هي الزيارة الاولى من نوعها بعد المصالحة العربية مع قطر في قمة العلا 2021 السنة الماضية وبتهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين بتهدف زيارة الشيخ محمد بن زايد لتعزيز العمل في منظومة خليجية واحدة من اجل تحقيق الامن والتنمية والتقدم وتم استعراض عدد من القضايا المشتركة بين الامارات وقطر خاصة في ظل تصاعد التهديدات الايرانية لمنطقة الخليج باكمله سواء تجاه السعودية او بخصوص كلام عن محاولات ايرانية لاستهداف كاس العالم المقام حاليا في قطر كمان ممكن الزيارة دي تكون جاية من اجل تقريب وجهات النظر بين البحرين وقطر في ظل ان العلاقات بين البلدين متوقفة ومتجمدة منذ المصلحة في ظل الهجوم الكبير اللي بتقوم بيه قناة الجزيرة الخبيثة القادرة ضد مملكة البحرين بعد انفجار مرقد شيعي في ايران وصلطت قناة الجزيرة الضوء على البحرين وعلى مفجر المرقد الشيعي وده جزء من التوتر واخره بين البلدين لغاية وقتنا الحالي كمان في ظل ان الدولتين ما عقدوش اي محادثات ثنائية الشيخ طحنون بن زايد مستشار الامن القوم الاماراتي سبق وزار قطر خلال الفترة الماضية مرتين ده طبعا من اجل اصلاح العلاقات ومعالجة الخلافات الاقليمية بعد قمة العلا وكمان زار وزير الخارجية والتعاون الاماراتي الشيخ شخبوت ابن نهيان قطر في اطار مساعي دولة الامارات لتحسين العلاقات ايضا الشيخ محمد بن زايد تاني يوم افتتاح كاس العالم هاتف امير قطر تميم بن حمد واشاد بالافتتاح والتنظيم ومع ذلك لين اخبار طلع من الاعلام ومن الصحافة القطرية بتقول ان عدم حضور الشيخ محمد بن زايد افتتاح كاس العالم دليل على عدم التجانس الاماراتي مع قطر ده طبعا عادة الاعلام القطر الحقيقة ان زيارة الشيخ محمد بن زايد مهمة جدا وبتوضح لك الفرق بين الشيخ محمد وبين قطر نفسها يعني في الوقت اللي بتشن فيه قطر هجوم غير متوقف على دولة الامارات وعلى سياساتها الخارجية وبتحاول كمان تشوه سمعة الامارات عربيا واسلاميا سواء انها شوية بتبيع اراضي الفلسطينيين لاسرائيل مثلا او انها بتشتري اصول الدولة المصرية او حتى انها ما زالت بتتهم الامارات بخيانة مصر مرة والسعودية مرة تانية وسياستها الاعلامية اقل ما يقال عنها انها سياسة قذرة اعلاميا تجاه الامارات لكن معده كله الرباع العربي بيحاول على قدر الامكان والمستطاع انه يمنح قطر فرصة تانية ومحاولات مستمرة لجذبها للمحيط العربي وقدر الكبير كده انه لازم يتغادى عن الصغائر وعن توافه الامور وما ينجرش للتفاهات اللي الاعلام القطري لسه مصر عليها لحد وقتنا الحالي واللي مازال بيصر على الهمز واللمز ضد الدول العربية وبالتحديد دولة الامارات ومحاولات متكررة بقى لتشويه صورة الامارات في العالم العربي انا بس قبل ما اروح مع حضراتكم لنقطة تانية مهمة جدا عاوز اقول لكل شخص شكك في دولة الامارات وفي قيادتها وتكلم بسوق ادب في البلد ده بالباطل سواء الاخوانجية او ازلمهم من اللي تم تصلتهم لاحداث فتنة بين دول التحالف العربي وبعضه عايز اقول له الصور اللي قدامك دي دلوقتي يا ترى انت كده شعورك ايه وانت شايفها لسه برضو الشيخ محمد بن زايد عندكم شيطان العرب يا ترى الشيخ الاخوانجي محمد الصغير المقيم في قطر لسه هيتطاول على دولة الامارات وعلى شيخها ولا هيقفل بقه زي الالمان كده ما قفلوا بقههم انت مش حاسس كده انك بالضبط منديل كلينيكس تم استخدامه وبعدها تم رميه في اقرب مسبلة طيب واحد هيسأل دلوقتي سؤال ويقول ليه الصلح المفاجئ ده بعد العداء الكبير بين البلدين الحقيقة اللي يفهم سياسة الامارات كويس هيلاقي الاجابة واضحة وسهلة جدا يعني باختصار الامارات بدأت في اتباع سياسة خارجية تقوم حاليا على تصفير المشكلات زي ما عملت مع الاتراك مثلا ومع الايرانيين وبالتالي فالسياسة الاماراتية الحالية سياسة واضحة وشايفة ان الفترة القادمة محتاجة تهدئة الامور في الخليج العربي والشرق الاوسط ككل لكن مع ذلك فمازال فيه اصرار قطري غريب على معاكسة السياسة دي رغم ان قطر اتبعت نفس السياسة مع الاتراك ومع الايرانيين وحتى اتبعتها كمان مع الالمان لكن مع المحيط العربي تلاقي قطر بتصر على الهجوم والتشويه والضرب من تحت لتحت يعني مثلا في الوقت اللي كل الدولة الالمانية كانت بتهاجم فيه قطر وبتقول ازاي ان دولة زي قطر تستضيف حدث عالمي زي كاس العالم ونلاقي وزيرة الداخلية الالمانية مثلا داخل الملعب وعلى اكتافها شارة بتدعم من خلالها الشواذ ويحصل جدل وسجال كبير بين البلدين والمنتخب الالماني ينزل الملعب ويحط ايده على بقه ويقول ان قطر بتنتهك حقوق العمال وحقوق الانسان ومدرب منتخب المانيا كمان يقول ان المانيا لو فازت بكاس العالم فمش هنحتفل به في قطر فمقابل ده الواقع كان بيقول انه يفترض بقى ان قطر كانت تاخد موقف اكتر قوة مع الالمان علشان حتى تفرض على العالم احترامها واحترام عددها وتقاليدها لكن تخيل ايه اللي حصل اللي حصل ان قطر تروح توقع على اتفاقية طويلة الامد بينها وبين المانيا لمدة 15 سنة تقريبا واللي من خلالها هتأمن قطر لالمانيا حوالي 2 مليون طن من الغاز المسال للمساعدة في التغلب على مشكلة الطاقة الحالية واحدة هيقول لك دي مصلحة ودي سياسة هقول له اكيد طبعا السياسة مهمة ولكن الرمزيات برضو مهمة على الاقل كانت قطر استنت شوية على العك اللي بتعمله المانيا معاها فترة لغاية ما توقع على الاتفاقية دي ولكن سبحان الله اقلل منك النهاردة وتطلع على الملأ تشكرني بكرة اكيد ده مش كويس لا للسياسة ولا للمصالح ولا حتى للكرام يعني قارن بين موقف الامارات لما الايطاليين منعوا عنها السلاح وقت ما الرئيس الامريكي جو بايدن وصل للحكم ايه اللي حصل الامارات في نفس اليوم اعلنت طرد الايطاليين ومنعتهم من التواجد في اي قاعدة عسكرية اماراتية وده ده ليه المهم جدا على الفرق في التعامل والسياسة والعقلية كمان في السياسة الخارجية لكن سبحان الله قطر تعدى الاهانات دي كلها للألمان وتساعد الايرانيين في قمع المعارضة خلال كاس العالم وتدى مليارات الدولارات لتركيا وتعدى للدنيا كلها لكن مع الرباع العربي الحقيقة نفسها مش بتتقال اصلا وكل اللي بيتقال شوية تشويه وإن اللي تأدب في الاعلام القطري تجاه الرباع العربي وإصرار غريب على النايل من دولنا ومن قيادتنا بكل شكل ممكن طيب واحد هيقول لي دلوقتي يا عم حسين منتو قطعته قطر برضو وقطعته عنها مية ونور وده أقل شيء ترد بيه عليكو يعني هقول له طيب وقبل المقاطعة الجزيرة كانت شريفة مثلا في تعاملها تجاه الرباع العربي ما خونتناش مثلا ولا حولت انها توقع بين الرباع العربي وبعضه وكمان ما شفتوش موقف الجزيرة تجاه الإرهاب اللي كان بيضرب مصر والسعودية من خلال الحوثيين مثلا أو من خلال الدواعش الموجودين في سينة في الأخير أنا بحترم في دول الرباع العربي إنها بتختار السياسة اللي هتحقق لها مصالحها سياسة شريفة واضحة للجميع وبتقدر دول التحالف إنها تفرضها على المنطقة بالكامل وديك شايف نموذك بسيط لنتيجة السياسة دي وهو أردوغان وقطر ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر